أقامت مؤسسة حياة كريمة احتفالية في محافظة الدقاهلية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وشهدت الاحتفالية عروضاً ترفهية ومسرحية بلغة الإشارة وذلك لمساعدة الأشخاص ضوي الهمم كما قدمت المؤسسة عدد من الخدمات لدعم ضوي الإعاقة السماية اهتمامها بكافة فئات المجتمع ده مش كلام وخلاص لكن بنشوفه على أرض الواقع من خلال مبادرتها الكتير زي مبادرة اتكلمها نسمعك واللي من خلالها حياة كريمة نظامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقاهلية وقدمت مجموعة مختلفة من أشكال الدعم المادي والنفسي واللي بتأكد من خلالها المؤسسة انها داعم وسند قوي لذوي الهمم في جميع عنحاء الجمهورية وده بمشاركة 250 متطوع ومتطوعة حقيقة كريمة فعلا لكل المواطنين فاحنا بنبقى مستهدفين كل فئات المجتمع ما بنحبش نعمل يعدي أي يوم من غير منفيد الفئات الموجودة في المجتمع كلها علشان كده احنا النهاردة بنحتفل باليوم العلامي للغة الإشارة احنا النهاردة حاولنا نجمع كل السم اللي بيقدموا سواء مشغولات يدوية وعملين زي براءات اختراع بسيطة شوية حبينا ان احنا نصلط عليها الضوء علشان يعني نعرف كل الناس انهم هم عندهم قدرات وبيقدروا يشاركوا بيقدروا يعملوا حاجات كتير جدا على هامش اليوم القافلة طبية متكاملة للولاد ويقدروا يستفيدوا منها ويبقى متابعة طبية اليوم وخلال الاحتفالية قدمت المؤسسة فعاليات متنوعة منها جلسات ارشاد اسري ودعم نفسي وعروض مصرحية وانشطة فنية علشان تفرح الاطفال وكمان معرض لمجهولات الصم اللي عبر عن مدى موهبتهم ده بالاضافة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وعيادات طبية متنوعة والجميل ان جميع الخدمات اتقدمت لألف وخمسمائة مستفيد بلغة الاشارة بشكرهم بصراحة بشكرهم على اليوم الاحتفال ده وقت لاطفالنا ان هم بيخرجوهم عن التعب اللي هم فيه والحياة اللي احنا عايشنا حالك طبيعي لقتخاطب خروج كده فخرجونا شوية عن الجو ده بصراحة جزاق الله كل خير ويبقى كده دايما على طول يعني بظهر الناس الغلاب على طول يعني احنا ما كانتش اتوقع ان احنا هنبقى بالفرحة دي والله احنا عماز كلهم ناس محتربين جدا ومتعاونين وبيخدموا الناس ربنا يكرمهم يراب يجعلهم مزانة حسناتهم حاجة كويسة جدا من هي عملتها لشان خاطر الناس يبقى فيه تجمع بينهم الى عديد من الخدمات التنموية المختلفة بتقدمها مؤسسة حياة كريمة لتنمية وبناء الانسان المصري وخاصة الاولى منهم بالرعاية وده طبقا لتوجيهات القيادة السياسية عشان يوصل الدعم لكافة المستحقين